انطلقت بالقاهرة أعمال الدورة 122 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة اليمن ويبحث المجلس سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية وما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 شهرا والتي أصفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 145 ألف فلسطيني